السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور علي ايونس من قناة بتجوي عايزين نتكلم النهاردة على دينتال اسكيلينج او تنضيف الجير بتاع الاسنان للكلاب والقطط خاصة في العمر الكبير ترقم الجير في الاسنان بيعمل مشاكل كتيرة او ممكن يؤدي لقيلة يعني التهاب في اللسه وممكن يؤدي بعد كده الا تساقط في الاسنان يعني بنتطر ان نخلع السنان لما التسوس او لما الجير بيوصل لمرحلة كبيرة بيأثر على الجدر بتاع السن فبنتطر ان نخلحها اه النهاردة عملنا دينتال سكيلينج للكلب وعملية اخصاء او آآ زالة الخاصية آآ يعني ستيب باي ستيب هتشوفوا معنا العملية النهاردة ان شاء الله او لو في حد عنده اي كومنت على موضوع دينتالسكيلينج عايز يسأل عن اي حاجة تحت امركم في التعليقات زي ما متعودين دايما بنعمل آآ قبل العمليات وبنفحص كل حاجة قبل العمليات بنعمل كمان مونوتورينج وآآ عشان يشوف ضغط الدم التمبريتشر اثناء العملية او الكلب بدأنا نجهزه للعملية موضوع الاخصاء بقى يعني عملية سهلة مش مصعبة زي الفيميلز آآ عن طريق جرح خارجي بسيط يعني في المنطقة ديت وبعد كده بنخيطها تاني آآ بنشيل فيها الخصية وبعد كده بنخيط الجزء ده تاني آآ دكتور اسامة كان بيعمل دينتل سكيلينج ده انا بعمل هاو الجرحة بسيط وآآ جراحة تجملية بعد كده بنحط كريم او بنحط آآ سبري وانتي بيوتك شوفوا الجير قد ايه كان موجود في السنة يعني السنان الكاتب ده كان عندي اتنوشر سنة آآ شوفوا كمية الجير اللي متراكمة على السنة قد ايه كتير جدا الحمد لله بعد بعد الدينتل سكيلينج سنان وبقيت جميلة يعني فرق كبير طبعا آآ وهو ام العملية وكان فاي اكل بعدها بشوية كله تمام آآ مرة واحدة تحت تأثير التخدير آآ بنعمل عملنا دينتل سكيلينج وعملنا كمان والحمد لله الدنيا تمام لو آآ في حد عنده استفسار عن اي حاجة بخصوص الكستريشن او عمليات الجراحية اكتبوا لي بس في الكومنتات وانا هرد عليكم وياريت تابعونا على صفحة الانستجرام للعيادة كاسب لكم اللينك في آآ في اخر الفيديو ماشي هاريكوا بقى الصور قبل وبعد شوفوا الاسنان كانت آآ ده بعد طبعا جميلة جميلة يعني قبل كده كانت ملانا طرطر وملانا جير اهو هنا صورة اوضحية لقبل وبعد وطبعا الانر جي اخذ الكلب آآ وكان مبسوط جدا يعني بالنتيجة الحمد الله رب العالمين